يعني بالنسبة للإنسان دائما المسلم يتهم نفسه يعني مثلا نأتي إلى الصحابة إلى التابعين إلى العلماء لما يبتلون الابتلاء الذي فيه رفعة الدرجة وعلو المنزلة ماذا يفسرون ذلك يقول هذا بسبب ذنوبين وقد لا يكون عندهم إلا الصغائر واللمم لكن يتهمون أنفسهم فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من الطائف في الحديث الذي إسناده منتقد عند أهل العلم لكن شهرة هذا الحديث جعلت أهل السير ومن كتب في سيرة النبي السلام يذكرونه وهو دعاء مليء بتوحيد الله وبتعظيم الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أشك إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس اللهم رب المستضعفين أن تربي إلى من تكيلوني إلى بعيد إلى قريب يتجهمني أو إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري ثم قال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أقرب لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات والصالحة عليه الأمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو أن ينزل بي صخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك والمعنى بأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى يخشى وهو سيد الخلق وأشرف الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين الصحابة رضي الله عنهم عمر هذا العملاق اللي هو ركن من أركان هذه الملة ركن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء في فضاء العمر الشيء العظيم ومع ذلك يذهب إلى حذيف ويقول ناشدتك الله هذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين يقول لا ولا أزكي بعدك أحدا أبدا وهو الرسول قال أنا رأيت لك قصر في الجنة يا عمر كالربابة البيضاء مثل الربابة البيضاء قصر في الجنة ويبكي عمر يقول لي يا رسول الله ومع ذلك كان يتهم نفسه يقول ابن أبي مليك أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق أبو بكر هذا الذي يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام وليس هناك أحد من هذه الأمة يعني يوزن بأبي بكر الصديق كان يأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد وهو الذي بشره الله وبشره رسول الله بجنة بالجنة بإذن الله جاء ذكر أبي بكر في القرآن في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به قل جل وعلا إذ يقول لصاحبه ويقول جل وعلا سيجنبها الأتقى هذه كلها تشير إلى أبي بكر الصديق زد على ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة في تزكية أبي بكر الصديق فلا أريد أن أستطرد لأن الكلام يطول المعنى بأن الإنسان يفسر دائما الأشياء على أنها من هذا النوع حتى لا يزكي نفسه ولا يقول والله كذا فإذا ابتليه بمرض يقول لعلها بالخطيئة الفلانية أو بذنب لا أذكره نسيته أو بذنب سهوت عنه مثلا بهذه الطريقة هكذا يتعامل المسلم مع هذه الإبتلاءات ترجمة نانسي قنقر